إن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 هي مظاهرات سلمية خرج فيها الجزائريون ليعبروا ويؤكدوا مبدأ تقرير المصير للشعب الجزائري ضد سياسة الجنرال شارل ديغول الرامية إلى الإبقاء على الجزائر جزء من فرنسا في إطار فكرة الجزائر جزائرية ومن جهة أخرى ليقفوا ضد موقف المعمرين الفرنسيين الذين ما زالوا يحلمون بفكرة الجزائر فرنسية وكان الرد كعادة المستعمرين حيث قامت السلطات الفرنسية بقمع هذه المظاهرات بوحشية وإجرام مما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء وتمكن المتظاهرون من إيصال صوت الثورة إلى الرأي العام الدولي ليقف على حقيقة الأوضاع في الجزائر التي حاول المستعمر فور طوق إعلامي للتعتيم عليها وقلب الوقائع والمضي في سياسة القمع والإجرام والتقتيل فكانت المظاهرات بحق سند قوي لجيش التحرير الوطني في خطوط المواجهة ودعما قويا للوفد الجزائري لجباة التحرير الوطني في جهده الدبلوماسي لنصرة القضية الجزائرية في المحافل الدولية إننا نحيي اليوم هذه الذكرى لنترحم على أرواح شهدائنا البررة ولنذكر الأجيال بالضريبة وحجم التضحيات الجسام التي دفعها الآباء والأجداد فداء للوطن المفدى ولنتناقل الأجيال غطرسة المستعمر المستبد وتعرف أن الحرية والكرامة هي أغلى ما يملكه الإنسان وأن الحفاظ على الوطن هو مسؤولية الجميع خاصة في هذا الوقت الذي تتكالب فيه قوى الشر مستهدفة زعزعة الأوطان واستقرارها وما يحدث اليوم في غزة المقاومة شاهد ودليل على جنون المستعمرين الذين لا يختلفون لا في الوسائل ولا في الأهداف